أهلاً وسهلاً بيكو في قولة حلقات برنامج نبضات قلب زيك يا دكتور؟ أهلاً بيكو زيك أو ما كيف؟ برنامج بتاعنا اسمه نبضات قلب كويس جداً والقلب هو الشعب والناس اللي محتاجة تعرف تعمل إيه بعدك أحكي العيد تمام والفقرات بتعيدنا هتبقى عبارة عن سؤال وإجابة لكل الناس اللي معرفتش توصل أو تتواصل مع داكاترة سواء كان أونلاين أو سواء عن طريق المتابعة في العيادة تمام ففي أسئلة مهمة قوية للناس كلها دلوقتي بتقول إن الوزن زاد بشكل مش طبيعي إحنا كل ما بنحتاج ناكل بنجري نفتح التلاجة كل ما بنزعل بنفتح التلاجة العملية بوزت خالص فنبتدي مع بعض أه طبعاً فضال يا حتى تحت أمركم أوكي أول سؤال الناس بتسألوا حالتنا النفسية حالتنا النفسية في ظل اللي إحنا فيه دلوقتي والقاعدة جوه البيت وقت طويل قوي مفيش تمرين مفيش نادي مفيش حاجات كتيرة من العنشطة اللي كنا بنعيشها في حياتنا قبل كده مزبوط إحنا مش عارفين نسيطر عن نفسنا يعني المطعة الوحيدة اللي بقيت بقية دلوقتي بالنسبة لنا هي الأكل تمام فنعمل إيه عشان نقدر إن إحنا نسيطر عن نفسنا ونقدر نحافظ على نفسنا ونقدر نوصل تاني لأوزننا اللي كنا بنوصل ديها محدش أنكر قابلاً إن إحنا عندنا كلنا عباق نفسية دلوقتي بسبب الظروف طبعاً اللي إحنا بنمر بيها مش إحنا بس بكل العالم يعني بطريقة عادية وعتيادية إحنا مين فينا كان مش نفسه يقعد شوية في البيت أو يريح شوية كان هل كان طول النهار والليل في الشغل كانت مدام بتاعته أو أخوه أو ابنه أو أبوه حتى يقول له يا ابن أنا نفسي أشوفك أو أقعد معك شوية طبعاً إحنا ممكن نخلي الموضوع بالطريقة دي أو نفهمه بالطريقة دي يعني أقنع نفسي إزاي إن أنا لازم دلوقتي أرجع تاني على أنا بعمله أقنع نفسي إزاي إن أنا مش كل مزعل شوية أجري أفتح التلاجة يعني أنا فيه ناس بتقولي أنا فاضل دلوقتي لمبة التلاجة اللي هي دي كده متبقية وهناكلها هنعمل إيه في الوضع دي يعني والله هو الأكل مش حاجة وحشة والأكل كويس جداً يعني هو لازم عشان إنسان يعيش كويس ويخس كمان لازم يأكل كويس ولكن إيه هو نوع الأكل هو ده اللي بيحدد بس المشكلة يعني إذا كنت أهاكل أنا ممكن أكل حاجات كويسة طب أنا لو عندي مشكلة أنا لو عندي مشكلة إن أنا كلما أداي أو أزعل أو أزهق أروح على التلاجة طب أنا ممكن أحطي في التلاجة كل المهم أو كل المفيد مش لازم أحطي في التلاجة جاتوه وبزبوسها وكنافة يعني أفضي التلاجة لا مش أفضيها أخلي كل الحاجات اللي موجودة في التلاجة تبقى مفيدة ليه مفيدة ليه إذا كنت راجل أو ساد أو ابن أو زوج تمام يعني أول حاجة نحن نعملها نحن نفضي التلاجة من الأكل اللي هو مضرب النسبالي أحنا اللي بنتحكم في الأكل هو مفيش حد بيجيب لك أكل يحطو لك في التلاجتك تمام أنت بس اللي بيجي بيه طب أنا حد بعيتلي دلوقتي حالا بيقول لي بصي أنا بحب الحاجات المسكرة ومش عارف أكل غير تشوكليت طولي اليوم واشرب بيبسي وحياتي بوزت على كده والحمد لله أعمل إيه واسأليليه دكتور أمير طب هو الحاجات المسكرة حاجات جميلة جدا مفيش حد قال إنه هو يعني حاجة بشويسة ولكن إحنا ممكن ناكل حاجات المسكرة بس مفيدة تمام إيه هي الحاجات المسكرة الممكن تكون مفيدة إحنا ممكن نجيب بدل الشوكولاتة لكلها السكر نجيب شوكاته غامقة طيب يعني ننقي الشوكولات اللي هو الدرق شوكولات ده أوكي طيب وبالنسبة للبيبسي نعمل إيه لا البيبسي إحنا ممكن بقى نستعين بحاجات تانية إحنا ممكن نعمل أي مشروب يكون صحيح نحط فيه معلقة أو معلاتين عسل تمام ممكن نستعين بالفاكهة مثلا أن نجيب فاكهة مسكرة أنا برضو يخليني ما بقاش محتاج أن أنا أكل الأكل مسكرة غير نافع طيب سؤال كمان بيقول لي ولادي خربين الدنيا ومكسرينها وعايزين يكلوا كل شوية برضو من الزهر فأنا دلوقتي ما فيش قدامي غير الأندومي والشيبسي إيه رأيي حضرتك في الكلام ده؟ الكلام مرفوض تماما طيب نسألي الأولاد إزاي يا فان وميلوا إحنا ممكن نعمل الأولاد حاجات هما برضو بيحبوها إحنا ممكن نعملهم شوية كورنفليكس واللبن ممكن نعملهم شوية فشار تمام ممكن نعمل حتى بطاطا دي حاجة كويسة برضو حاجة مسكرة وجميلة طيب سؤال كمان جاي لنا بيقول الجيم وقف وأنا حياتي بدون جيم تعتبر كده خلتني توقفت عن كل حاجة يعني ما بقاش فيه أي بازلتب انرجي إن أنا أعمل نظام غذائي وكمان أنا مش عارف أتحرك من البيت الحل إيه من وجهة نظر دكتور أمير الرياضة واحدة آيا كان مكانها تمام أنا بس بنستعين أو بنلجأ أو بنروح للجيم لأن الجيم طبعا فيه موضوع متخص شوية أو فيه كابتن هناك بيقدر يوجهني ولكن نعم بالزبط هو دلوقتي شايف إن مفيش كابتن مفيش حد يوجهه فإنت من وجهة نظرك يعني الناس اللي عندها مثلا مشاكل أودون في البطن يبدو يشتغلوا إزاي يلعبوا إزاي يعملوا إيه عايز بس أقول حاجة الناس اللي محتاجة تنزل مكان معين المفروض إن أنا باجي ألعب بياضة المفروض إن أنا بتخافز على أكلي لنظام غذائي محدد ليا محدد ليا أنا بس مش أي نظام غذائي تاني حاجة تمارين معينة محددة ليا بالزبط التمارين بقى أجيبها مثلا سوشيال ميديا ولا أشتغل على إيه أنت ممكن ترجعيلي مثلا عن طريق التليفون أو أي دكتور زميل ليه مفيش مشكلة بش حد هيبخل بمعلومة في ظل الظروف اللي إحنا نقودين دي نفرض إن هي معرفتش تتواصل مع حضرتك طيب تمام تنصح أول خطوة تعملها إيه في التمارين يعني أول حاجة تبيب تسخين مثلا أما بحاجة أنا لازم أسخن كويس تمام لازم حتى لو في البيت لو أنا مش قادرة أنزل حتى الشارع لو مش قادرة حتى أنزل جوزي مثلا غاصب عليا ما نزلش البيت أكيد طبعا إحنا كلنا ما بنعرفش ننزل غير ضرورة جدا إحنا حتى نشاط البيت العادي ده بالنسبة لنا عبارة عن رياضة أو ممكن نعتبره كتسخين قبل الرياضة تمام يعني ما فيه ست بيت نظيفة ما بتقومش ننظف أكيد طبعا مكان أولادها أو الصفرة حتى على الأل أو بتنظف بيتها من التراب أو أي مكان تمام ده يعتبر نوع من أولاد الرياضة تمام أو مكان اللي أنا هشتغل عليه في الرياضة اللي هو أكثر سمنة ولا الأقل سمنة لا هنا بيعتمد على الحالة نفسها أنا مثلا أنا عندي منطقة البطن عالية أعمل تبارين بطن كتير طيب السيدات عموما أو خلقيا مولودين عن الرجال أو الولاد عندهم بطن هو ربنا حطط لهم كمية دهون زيادة في بطنهم عسنهما لما يبقوا فيه حاملة أو نعمل وقاية يبقى نعمل وقاية تمام فما فيه ستة تنزعج أبدا من حجم بطنها أكبر من الولد طبيعي تمام لكن ممكن بقى يزيد شوية بعد حامله ولادة بعد مسخن سمنة مفرطة أو أيا كان خلاص فده بيعتمل عنوع المشكلة النفسها فيه عندي سيدات ممكن يكون عندهم لقدر الله مثلا تكيس عن المبيض أو كده فده هتلاقي بطنها شوية تميل للزيادة هي وأرضفة تمام فده لازم يكون تحت إشراف طبيب متخصص هو السؤال ده فعلا موجود عندي أنا عندي دهون موضعية أكتر في منطقة الأرداف ولما ابتديت أسأل طبيب التغذية خلاني روحت الدكتور نسا وفجأت أن أنا عندي تكيسات مبيض الحل إيه وأفضل نظام غذائي إيه بالنسبالي بس ده أفضل أنا عايز أقوله لك يعني فيه مشكلة بنلجأ ليها أولا أو مبدئيا للأدوية تمام يعني فيه مشاكل عندنا لازم يبقى فيها أدوية مش هينفع الرياضة بس زي اللي أنا أقتلك عليها حاجة تانية فيه كذا حد أو كذا حالة ممكن تكون ولدت كذا مرة وعملت كايساري فده طبعا طبيعي لإن إحنا بنفتح البطن فلازم طبعا عضلات بطنك هتضعف أو هتقل فلازم طبعا نخلي بنا من حاجة زي كده يبقى إحنا محتاجين نلعب شوية عضلات بطن أو شوية تمرين للبطن بطريقة معينة على أساس إحنا كده إحنا بنعمل حاجات مناسبة للمشكلة لكن لو ما فيش ده أو ده يبقى العادي التمرين بطن اللي إحنا نعرفه كل الناس تعرفه ما فيش حد ما عرفه تمام ومنطقة الأرداف منطقة الأرداف نفس الكلام لو حضرتك عندك مشكلة مرضية يبقى لازم هترجع لي للدكتور المختص الأول لازم يكون فيه أدوية بجانب الرياضة رياضة ما قدناش درها الرياضة حاجة مهمة ولكن لو فيه مشكلة زي ما أنا عرفتك يبقى لازم هيكون فيه أدوية مختصة طب أنسب أكل لمريد تكهيسات المبيض من وجهة نظرك إيه يا دكتور دخزي والله إحنا بنبعد عن الزيوت النباتية تمام يأول حاجة أو الأكل الغير صحي عموما تمام الجاند فود يعني نبعد عن الشارع بالضبط يعني إحنا ممكن نأكل حاجات جميلة جدا وتعمها حلوة لكن صحي تمام بس بالنسبة للمواد الحافظة جوه الأكل هل لها ضرر علي وأنا كمريد كبد أعمل أنسب نظام غذائي إيه وعندي منطقة البطن على طول فيها انتفاخ وشكلها بيكون دايما زايد مريد كبد يبقى لازم في البداية نتابع عن موضوع نعمل كل فترة أو كل شهر أو كل مدة الدكتور يطلبها مننا نازم نعمل أشاعة تلفزيونية على البط تمام على أساس صحة دا بنتابع هل الدهون دي بتقل هل فيه مشاكل في تضخم أو أي إن كان أو فيه مشاكل في أعضاء تانية لكن أكل إيه اللي ممكن ننصحها بي ده في الأول أنا لازم أعرف في الأول هي مدى خطورة أو مدى حجم الموضوع إيه لازم أعرف إيه حجم الموضوع في البداية فيه ناس لازم بتلجأ لدوة أو مع دوة تمام فيه ناس لأ مش محتاجة دوة محتاجة شوية رياضة أو أي إن كان فيه ناس محتاجة شوية رياضة مع أكل صحي أو أي إن كان فلازم من البداية نحدد نوع المشكلة ولكن لو حضرتك عندك دهون على الكبد ما فيش حد ما عندش دهون على الكبد خلاص أنا لو أعادت شوية من الشغل لازم هيطلع لدهون على الكبد ده طبيعي الجسم أصلا بيخزن دهون على الكبد وجوه الكبد لأن ده بيفيد شوية في معوضية معينة أو يعني الجسم بيحتاج الكلام ده في وقت أنت بتقليل فيه أكلك فده طبيعي بالنسبة للناس لكن أنا لما أجي حل المشكلة يبقى لازم ألجع لنظام صحي مش لازم يكونش فيه دهون بالعكس لا إحنا ممكن نكون بناكل دهون صحية تساعد إن أنا أقلل الدهون على الكبد ودي فيه ناس كتير جدا متعرفش معلومات بالضبط مع الدهون الصحية كده إحنا جينا لسؤال هنا أنا عندي مشكلة كبيرة في المرارة وعندي حصاوي ولما روحت لدكتورة تغذية قال لي هنستعمل نظام الكيتوجانيك دايت إيه رأي حضرتك في الموضوع ده تمام أنا طبعا مع الناس أو مع الرأي اللي بيقول إن ممكن نستخدم نظام الكيتون في أي حالة من الأحوال ولكن ولكن هو طبعا مبدئيا كده لشالناس بس تعرف إيه يعني إيه كيتون الكيتون دا عبارة عن نظام غذائي بيعتمد على الدهون الصحية دهون قليل بين البروتين والخضر طب دكتور معلش بعد إذن حضرتك أنا عايزة أوضح كلمة دهون صحية نقصد بيها إيه دهون اللحمة دهون الصحية دهون الصحية هي الدهون اللي تشبه اللي جوه جسمك بالظبط ده بالبلدي يعني خلاص ما ينفعش إن إحنا نروح نجيب زيوت نباتية مهدرجة أو إن إحنا نجيب زيوت مصنعة ونقادي دهون دهون مش دهون أبند يعني تقصد كل ما هو في قلبه آه يعني ممكن نقول الزبدة البلدي مثلا السمنة البلدي تمام الدسم نرجع للطبيعة الحاجات الطبيعية بس ذلك الحاجات اللي هي أو نرجع لأصلنا بالبلدي يعني تمام إيه كمية كمية حضرتك بتحط كمية خلطها مثلا شوية الدهون الصحية مع الرز هتأثر ولا لازم دهون وخضار فقط لا الرز إحنا ما جبناش سيرة الرز خاضر آه إحنا بنشتعل كاكيتو جانيك دايت يبقى أحنا بنقول في دهون وخضار أو نظام كيتوني آه تمام نظام كيتوني ده بيعتمد مبدئيا أو أساسا على الدهون الصحية تمام ليه الدهون الصحية مهمة الدهون الصحية مسؤولة عن حاجات كتير جدا حرق دهون نفسه يعني إحنا كده الوقت يبنقول للناس لما تروحي للطبيب أو تروحي للدكتور ويقولك نظام كيتو جانيك دايت ما تروحيش أنت من نفسك تحطي رز تحطي مكارون تحطي سكر تحطي عيش خلط الدهون في حد ذاتها حتى لو كانت طبيعية مع النشويات بتشكل خطر صح كده يا دكتور؟ طبعا طبعا تمام يعني حادثك تسمعي الكلام بالزبط علشان توصلي النتيجة بس نكمل موضوع الدهون على الكبد عشان ده موضوع مهم جدا تفضل وما فيش حد تقريبا يمكن 90% من الناس عندها دهون على الكبد ممكن ما يكونوش متضرب وبيقرق جدا الناس وفيه ناس ما بتاخدش بالهم من الموضوع ده يعني أنا دهون على الكبد أنا مش بخس بالضبط ونفاجئ بعد كده ان فيه دهون على الكبد بالضبط كده دهون على الكبد ممكن تكون من قلة أكل الدهون خلي بالي تمام ممكن يكون فيه حصارة في المرارة من قلة أكل الدهون أو بأكل الدهون الغير صحية تمام المرارة عبارة عن حاجة بتخزن عصارة أو بتخزن سائل معين بيعتمد أساسا على الماء يعني اللي ما بيشربش ماء كمان ممكن يكون عنده حصارة مرارية يعني احنا بننصح الناس كده وبنقولهم النظام المتكامل اللي انت بتغديه سواء كان أي مسمى ليه تعمليه بالضبط وترجعي للطبيب ده مما اللي شك فيه طبعا ولكن الدكتور المختص أو الدكتور اللي بيتابع حالتك أكيد هو طبعا قضرة وردم بقى على سؤال أنا عندي مرارة وبتابع نظام الكيتوجينك فده مفيش مشكلة بس ينفذ زي بالضبط ما انت أجدائي ولكن بندخل الدهون تحت إشرب طبيعا تدريجيا يعني ما بندخلش دهون كتيرة مرة واحد وما بيتمش خلطها بأي نشوية بالضبط طبعا تمام طيب سؤال بقى بتقولك دكتور أنا عايزة أبتدي نظام بس كل ما بعمل نظام غذائي ألاقي الشعر بيقع ووشي بيبوز وصمار تحت العين وده بيخليني أصلا أكره إن أنا أعمل نظام غذائي كل حالاتنا كده وكلنا كستات كده طبعا يعني فأتلجأ لي إيه بقى أولا بس عايزة أوضح مفهوم أو معنى كلمة نظام غذائي الناس كتير أو ناس فهمة إن النظام غذائي ده عبارة عن أنا قال للأكل وده طبعا غلط جدا مش مش صح أبدا إن أنا نظام غذائي أو حتى مش لازم أروح لدكتور وقال لي الأكل يبقى أنا كده بخسه بكويس لأ ده طبعا ده في كمة الخضاء تمام نظام غذائي يعني أنا بحدد موعيد شو في بقول إيه أول حاجة بحدد موعيد وبحدد نوع وبحدد كمية وبحدد شربة مياتي وبحدد نوع رياضتي وبحدد موعيد نومي وقومي كل ده مع بعضه اسمه نظام غذائي تمام لكن اللي بيعمل نظام أو أكل وشربة بس الواحده ده ما بشربش مية ده مش نظام غذائي بنقول منظومة متكملة يعني بالضبط كده هو عبارة عن لايف ستايل أو نظام حياتي أنا بمشي عليه كل يوم بطريقة محسوبة بطريقة منظمة بطريقة صحية حيات كتير جدا ده طبعا بيحددها دكتور المتابع معاك ولكن أنا ممكن أقولك منها بعض الحاجات فضل فيه ناس كتير جدا بتعتمد على وجبة الفطار على سن نهاية الوجبة الرئيسية وخلاص يبقى أنا كده كلت بقى مرة في اليوم وانا كده أخسة أسرع بزرعة وقللت الأكلي وانا شاطرة وفتاح فده طبعا ده غلط وانا أقولك لي غلط أولا لو أنا قللت أكلي بقى أنا هاجي في نص النهار هجوع فيعني زي ما بيقولوا بالبلد الجوع كافر طبعا فهتلاقي أي حاجة ودامك هتاكليها فده هيقدل شراها في الأكل مش إقدارة منها عنك مش إقدارة منها نفسك أبدا لازم هتاكلي أي حاجة أو بقى أن أنت تقدري فعلا وتعدي اليوم ده من غير ما تاكلي غير وجبة واحدة أو تقليل أكلك فده طبعا هيقدلك لمشكلة أكبر من كده هتبقى عبارة عن سوء تغذية يعني حضرتك ما دتيش لجسمك العناصر اللازمة أو الأكل اللازم عشان يقوم بوظيفة طبيعية فده هيقليلك حرقك كمان يعني ممكن فيه ناس عندنا بتيجي ما بتاكلش كويس أو بتقليل أكلها وبتزيد وده حقيقي ده بعد فترة تلاقي نفسك وبتزيد لأن الجسمك تعاون أنه ما يكلش فلازم هيقليل حرقه بس كده طيب أنا عندي أستاذ أحمد بيقول لي أنا طول النهار في الشارع وما تقول ليش أكل أكل البيت أنا أصلا مش متجوز واللي أنا عايزه تقول لي بسرعة أكل إيه علشان أنا بطني خلاص بقت شيء صعب جدا تقول له إيه طبعا يا أستاذ أحمد كلنا هذا الرجل تمام احنا كلنا الشوارعية ما شاء الله تمام وطبعا دي مشكلة كتير من الرجال إن طبعا طول النهار بيجروا على أكل عيشهم وشغلهم وطبعا بيستسلموا لأي أكل ولما بيجوها ما بيهتموش أصلا بالموضوع ولكن طبعا تراكمات الموضوع ده مش لذيذة شوية هتلاقي نفسك السكينة سرقيتك كده وتلاقي نفسك دخل على مشاكل يعني باطن أو شكل مش لطيف أو مش متناسك أو بقى مش قادر تأخد نفسك ونتطلع على السلم مش لازم تكون مليان ممكن يبقى فيه كلسترول ننصحه ياخد معا الشغل إيه مثلا؟ إحنا ممكن يعني هو بيعتمد شوية على وقت العمل يعني أنا لو طول النهار في الشارع يبقى أنا على الأقل اللي بأخد معايا وكبتين تمام؟ يعني مثلا ياخد شوية سلطة بالضبط كده ممكن نخلي والدتي أو مراتي أو أختي أو أي حد أو حتى أنا أخد معايا علبة أو لانشبوكس مش عيب على فكرة نحط فيها مثلا كبات زبادي تفاحة أو موزة أو اللي اتنين شوية سلطة حتى الجبن قريش شوية كورنفليكس أيا كان إحنا ممكن نخلي الموضوع ده يعني في أي وقت حتى فيه ناس عندنا ما بتبقاش عندها بريك في العمل يعني فيه ناس عندي موظفين في بنوك وكده بالضبط بيروحوا لأول ساعة 8 يقول لك لا احنا عرفوه في الاجتماعيات شوية الخمسة لا هو على فكرة وانت مش هتعطل نفسك أبدا إنما تقعد دقيقة تاكل طب ثانية واحدة دكتور احنا معنا اتصال أيوة ألو ألو مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا إزايك يا دكتور أمير أهلا وسهلا أهلا بيك والله أنا كنت عندي سؤال كده أنا ولدت ولا تين كورنساريين تمام تمام وعندي باطم دلوقتي كرش كذي جدا مش عارف عما إن أنا كنت في الأول بصيعة جدا تمام تمام طب أعمل إيه بقى هنرد عليك حالا خليك معينا طيب حاضر فضلك طيب بالنسبة لأستاذة شيرين كنا لسه نتكلم كل لسه نتكلم أمودة طبيعي يا ماما حضرتك مش عينة ولا فيك مشكلة طيب دكتور أنا هاستأذنك هناخد فاصل وهنرجع نرد على الأستاذة شيرين خليكوا معينا أهلا وسهلا بيكو رجعنا مرة تانية بعد الفاصل مع دكتور أمير اللي منورنا أهلا بيك يا دكتور منور بيك يا الله كان قبل الفاصل فيه سؤال ولدت مرتين وبعد الولادة برغم أن أنا كنت الفيعة جدا فيه زيادة فضيعة في منطقة البط طيب أنا بس في البداية مش عايدك تيلاقي يا مدام شيرين ده طبيعي بيحصل لكل السيدات اللي ممكن تكون ولدت حتى مرة واحدة بس تمام فولكن احنا ممكن بقى يعني نتجه شوية لحل المشكلة يعني لازم ما نسيبش نفسينا تمام في الأول احنا بنشوف عندنا أي مشاكل عملنا تحاليل مثلا آخر مرة كان قمت على فكرة بس عايزة أقول حاجة اللي بيروح يعمل تحليل ده مش عيان تمام عشان فيه ناس بتخاف الدكتور يكون كتب لقى تحليل هتكده بقيت خايفة خالص خالص لقد احنا بنشوف بس فيه حاجة أو فيه حاجة لقدر الله وبالعكس ده لو فيه حاجة كمان احنا كده عارفنا في الأول فنقدر نحل المشكلة كوي آآ فنروح نعمل تحاليلنا المناسبة زي ايه مثلا يا دكتور يعني تنصحها أول تحليل دم بنيعمل صور الدم مثلا تمام بنتطمن على نسبة الحديد نسبة الكالسيوم بيتامين ديل حيات كتير جدا ده بيبقى على حسب الحالة ولكن واحدة لسه ولا يعني بنكتفي بصور الدم ممكن نعمل حاجة اسمها آآ صورة ترصيب تمام احنا المفروض نحن نتابع نظام آآ غذائي صحي آآ نبنقلل فيه شوية نسبة النشويات يعني أنسب نظام في حالة البطن ازاي ده شايف من وجهة نظر حضرتك ايه سيام متقطع آآ الثيام المتقطع حاجة كويسة جدا والسيام المتقطع فيه ناس كتير قوي بتطبقوا غلط آآ حابب برضو ان انا آآ أفهمهم يعني ايه السيام متقطع آآ من اسمه كده سيام يعني انا بصوم تمام بس مش بصوم طبعا طول نهار والليل يعني انا بصوم تقريبا حوالي تلتين اليوم يعني انا ممكن ااكل 8 ساعات وصوم 16 ساعة يبقى نصوم تلت اليوم بالضبط كده تمام بنصوم تلتين اليوم بنصوم تلتين اليوم وبناكل تلت اليوم بس تمام بنقسم اليوم في 3-3 بناكل في تلت ونسيب تلتين طب بناكل ايه بقى آآ بناكل كل ما هو صحي وغذائي آآ صحي ومتكامل يعني احط البروتين بتاعي تمام احط النشويات بتاعتي الكربوهدريتس بتاعتي احط الخضار بتاعي او الفايبر بتاعي احط الدون بتاعتي تمام دكتور فيه ناس بتحب داكل بروتين كتير قوي يعني ها طالما عملت دايت آآ طب انا معايا سويلي اتصال يا دكتور آلو آلو ايه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم سورة باركا دكتور وانا ما كنت حاملة ان انا كنت جتني بيحلق بسرعة ما بصت diamond زيادة في البطن حصلت آآ او زيادة في البطن يعني طب دا بعد ايه معليش ماسور للotes بعد الولادة داكت بعد الولادة طب اوكي هنرد عليك اما انا كنت تحاملة دوك وكنت بخصر كانت بسهولة لكن بعد الولادة محصلش الكلام دا وقتده يحصل زيادة في البطن طب حضريتك عملت كايصارى ولا والااديت طبيعي لا كايصارى كمام طب بتاكل غلط ولا زيادة في البطن بدون زيادة في الاكل. لا ساعة انا زياد ما بفطرش يعني. الايه بالسماء؟ دعيبا ما بتفطريش. ما بتفطريش. ما بفطرش. طب والغداء والعشب يكون اخبارهم ايه معاكي؟ يعني باكل حالات بسيطة ما بتدبش الاكل يعني. طب خليكي معايا بس شوية حاضراتك بتلعب اي نوع من انواع الرياضة؟ لا انا بلعب رياضة بتاقي البطن دي يعني. طب قبل ما قبل كان قبل موضوع الحملة والولادة كان زيانك زيادة؟ لا. طيب خلاص. هنرد عليك. هل حضراتك بتشتغلي ولا عالة في البيت؟ لا عالة في البيت. خليكي معنا حاضر. يبقى كده يا دكتور معانا مشكلتين زيادة بطن بعد الولادة. زي ما اتفقنا ان في البداية ان حد عامل كيساري ده طبيعي ان يمضطنه تكبر ده مش حاجة عيب ده مش عيب خلاص ده طبيعي جدا ده لو ما حصلش كده بأنتي عنك مشكلة. يعني وانسب حاجة نبتدي الثيام متقطع. بالضبط. احنا لو اشتغلنا على الثيام متقطع هكون لنسبة نتكلم عليه. الثيام متقطع انا باكل عدد ساعات معانة ولا ياكل لحد عشر ساعات وبصوم الباقي. تمام. من اليوم. طب انا باكل ايه باكل كل عناصر غذائية اللازمة لانا كلها او متكاملة. ما اقللش منهم حاجة. ولكن كلهم يكونوا صحيين. هنقول امثلة. اتحدى. اه انتكلمت عن موضوع البروتين. البروتين لو انا عايز احدد كمية البروتين انا بوزن نفسي. انا مثلا سبعين كيلو يبقى سبعين جرام. تمام. لو انا خمسين كيلو يبقى خمسين جرام. تمام. هو دي نسبة البروتين اللازمة ليك كل يوم في نظام السيام متقطع. يبقى مش بقدر البروتين بقى. لا خالص. بالعكس لالبروتين الزيادة انت ممكن تحاولين للدهون والناس بتعرفش المعلومة دي. اه فعلا. انا لو كنت البروتين بس انا ممكن ازيد. ويبقى عندي دهون موضوعية. تمام. تمام. فلازم احدد كمية العناصر الغذائية اللازمة اللي انا باكلها. لازم كل الوجبات تكون متكاملة. يبقى انا مثلا الصبح لو هتكلم هتكلم مثلا في بيضة مسلوعة او شوية جبنة ده يطور بروتين. تمام. اه دكتور في انا اسفل قطع الكلام. يعني الجبنة ليه نوع معين ولا اي جبنة? اي جبنة طبعية الدهن. طبعية. طبعية. في جبن كتير جدا. اه. في جبن كتير جدا مش طبعية. معنا مادام نعمة. عليكم السلام. اهلا وسهلا بيكي مادام نعمة. اتفضلي. الله يخليكي ممكن اتوصل مع الدكتور. اه يا فندم اتفضلي الدكتور معيك. اتفضلي. انا كنت عاملة ضيت من حوالي ثلاث شهور. تمام. طب ضيت ده حضرتك مع نفسك ولا مع دكتور? لا مع دكتورة. طبعية كويس جدا. وزني كان مية وطماشر من نزلت الواحد وتفايمه. طيب كويس براف. عدها جالي جرسومه في المهدى وارتجاع مريه. تمام. حاضر. اه جالي جرسومه في المهدى وارتجاع مريه. تمام. اتفضل اخبط في الضيط في وزني زيط تاني. تمام. طيب حاضر. طب ايه سؤالك? سؤالي ان انا عايز ارجع زي الاول ازاي اعمل اياني. وعايز اعرف الحاجات الطبيعية اللي تقوي المناعة والساعة في اللا. فالزبط كده الله ينور عليكي. طيب اوكي حاضر. هقول لي حالك. ايه دكتور جانا لحضرتك تاني. احنا طبعا كده كنا بنتكلم في منطقة البطن اللي زايدة. وبعدين نرجع نرد على مدى منعمل ان شاء الله بعد موضوع البطن الزايدة. طبعا. قلنا افضل حاجة النزام المتقطع. المتكامل. المتكامل. يشربوا المية. فيه ناس بتروح تشرب مية كتير قوي. اه. وتقعد اربعة ساعات وتعتاش قوي. بعد كده ارجع ترك تشرب مية. ده غلط طبعا. يبقى انا مش باشرب تقاتل لتر مرة واحدة. وانا كده باشرب مية. ده غلط طبعا. لازم باشرب كل شوية. ان شاء الله بقق المية صغيرة. تمام. ده طبعا اه ده الافيد او ده الصح. يبقى انا كل شوية باشرب بقق المية. ده مهم جدا عشان حرقك وهضمك. ما حصل لكيش امساك ما يبقاش فيه واجع في بطنك حقيقة كتير قوي. تمام. تمام. يبقى المية. تاني حاجة لازم بتحرق كل يوم على الآل تلاتين دقيقة آآ رياضة. رياضة يعني عرق مع نهجان. تمام. ما ينفعش عرق بس وما ينفعش هنهج بس. تمام. انا لو وقفت في شوية تحرق هعرق. يبقى ده مش رياضة. تمام. آآ يبقى انا لازم بتحرق كل يوم او بعمل عرق ونهجان كل يوم تلاتين دقيقة. ويستحسن بعد الاكل بساعة. ما ينفعش يبقى واحد صايم يروح يعمل رياضة. ده مش صح. آآ حاجة تانية ان انا اخلي آآ فوارق سابتة او محددة بين كل وجبة والتانية. ما ينفعش ااكل وجبة ورد تانية بعد ساعة وبعدنا السنة عشر ساعات تاني واكل وجبة تانية. ده ما ينفعش بلو. يبقى لازم كل كل وجبة وبعد التانية يكون في فرق زمني ثابت. وليكن تلات ساعات. وده عن سبت. دكتور احنا معنا مادام نانسي على الهوى. اتفضلي. الو. 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 ايوة. مسائل نور اهلا وسهلا. اهلا. 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 ممكن اتلم الدكتور. بعد اذن حضرتك ممكن تواطي تريفيزيون عشان نسمعك بعد اذنك. اه تمام يا فانت. اتفضلي الدكتور مع حضرتك وسامعك. اهلا وسهلا. مسائل الفل. انا كنت مشتركة في الجم وكان وزن خمسة وشتين كيلو. وقعدت لقيوات من خمسة وسبعين كيلو. تمام. اعمل ايه? طب خمسة وسبعين كيلو في قد ايه? خمسة وسبعين في شهرين او ثلاث وشهر. من كم? ثلاث شهور? ثلاث شهور. يعني فترة الحضر اللي حصل. تمام. بعد ما عادت من الجم. تمام. طيب بصي. هنرد على حضرتك حاضر. حالا. بس نسينا مدام نعمة صح? اه هنرد على مدام نعمة ونرجع. هنقول مدام نعمة او بقى كده. مدام ننسي. صح? تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان احنا بنعمل نظام صيام متقطع. ده بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل بعد الولادة في حجم البط. تمام? اه بناكل كل تلات اربع صحيات واجبة متكاملة متوازنة. اه مش شرط ان انا بكون باكل كتير يبقى انا كده بعمل غلط. لا اهو الموضوع مش بكمية الاكل الخلط. اه ده فانا انا كده. بنشرب كميات متساوية او 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 اه مية اه مش لازم تكون كتير اوه. ولكن التطبز من اي قصيرها جدا. تمام. بنلعب شوية رياضة كل يوم تلاتين دقيقة. وده كده بنظام صيام متقطع. في باقيه اليوم. يبقى انا كده صايم. ممكن اشرب مشاريب بس. ممكن اشرب مية اي امكان اي مشروب. ولكن بدون سكر او بدون اي حاجة فيها سؤالات حرية. تمام. والبعض عن كل ما هو مصنع. زي ما هيك قلتك. لا ده احنا متفيدة كل حاجة تبقى طبيعي. بالنسبة بقى المادام نعمة. اه مادام نعمة. ايوة. كانت بتقول انها عندها مشاكل في المعدة وزاد الوزن وفيه ارتجاع في المريء. وهي بعد طبعا ما وقفت النظام الغذائي. رجعت زادت تاني. كانت المشكلة يا مادام نعمة في البداية هي قلة مناعة. اه. تمام. قلة المناعة ده ممكن يكون نتيجة سوء التغذية او مضاعفات سوء التغذية. تمام. تمام. فلازم في البداية او مناتي. او طبعا احنا نتبقى خلاص دخلناك مشكلة جرسومة معدى. يبقى لازم. مخصش ده طبيعي. لان جرسومة معدى هتعمل لي الاتهابات. هتعمل لي سرعة ترسيب. هتعمل لي مشاكل في الحرق. هتعمل لي عدم نزول مياه من جسمي في تضع مضبية. طب وننصح هتاكل ايه وما تاكلش ايه. هتزود قلبان. في البداية. لا في البداية. طالما بقى عندنا جرسومة معدى يبقى لازم بتابع مع دكتور مختص. وليكن دكتور باطنة او دكتور مختص بالموضوع ده. تمام. لازم هيكتبك على كورس علاج دواء. هيبقى فيه مضاد دحاوي. فيه مضاد الاتهاب. فيه مضاد للفطريات. لازم ناخد الدواء في معيده مظبوط جدا. عشان الموضوع ده ما يطولش معي. بجانب بقى الاكل. اه بجانب الاكل. اه بجانب الاكل. لان الاكل حاجة مهمة جدا بالنسبة. اه بتجنب طبعا بعد الاكلات. لازم طبعا خلي بالي ان انا ما بكلش لبن. ما بشربش لبن. ما بكلش اسماك. ما بكلش حاجات اللي ايه ممكن تزود. الالتهب معي. بالضبط كده. اه باتجه شوية للمسلوق المشوي. عسنو ايه بقى اهدى شوية. اهدى وبسيط على المعدة. اه بشرب طبعا سوال كتير. لان ممكن يكون بيحصل لي يمساك بدون سبب. افضل مشروب ايه ممكن في حالة التهابات المعدة. مسلا تفضل بابونج. تفضل تشرب زنجبيل. اه اه انا دايما بقول النعنع. الينسون. الكمون. الحاجات المهدئة دي. الحاجات المهدئة دي مهمة جدا لغشاء المعدة. اه بتحافز برضو على اه 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 اللي تتوتر نتيجة الالم وحياة كده. طبعا ده بيح. توقيت الاكل بالنسبة لها تاكل كل قد ايه عشان المعدة تقوم بعملية الهضر. هو اساسا اساسا المفروض ان انا باكل واجبة رئيسية كل ست ساعات. تمام. يعني اول ما بصحة الصباح مش بصحة بنص اليوم واكل كل ست ساعات. اه. المفروض ان انا بصحة الصبح يعني بالكتير الساعة تسعة وتمانية. اه باكل وكل ست ساعات باكل واجبة رئيسية. اللي هو الفطار والغداء والعشاء. وكل واجبة منهم مهمة جدا طيب معانا سانية واحدة دكتور. معانا مادام اماني. اهلو. حالو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بيك اه. اه لو سمحت انا وزلي خمسة وسبعين كيلو. ايوة. ويعني ايه. اه ولسه يعني فاطمة ابني كنت بردع. تمام. وكنت وكنت عايزة يعني اعمل نظام غزائي يعني ان انا اخذت وصولي مية خمسة وستين سمسة. طب حضرتك لسه بتردعي صح كده? لا انا خلاص فطمتي. خلاص فطمتي. من شهر. تمام. الطول كم حضرتك بتقولي? مية خمسة وستين سمسة. والوزن كم حاليا? خمسة وسبعين. طب حالك بتاخذي ايه ادوية? السن قدي يا فاندم بعد اذنك? ايه. العمر قدي ايه? العمر 24 سنة. اوكي حاضر هنرد عليك حالا يا مادام اماني. بتاخد بس ايه ادوية بتاخذي ايه ادوية او فيتنس? لا لا. باخد بس دور الحاسسية. ايوة. بتاع الحاسسية يعني. تمام. بتاع الحاسسية ليه طيب? حاسسية الصدر. اه. عمت كياني كوحة او كده? اه. اه. ده موضوع موقت يعني. موضوع موقت. اه يعني. تمام. من فترة لسه. طيب مفيش شعر بيقع او حاجة. اه. كانت فتحاليل اللي عمت ايه اقصر بلبينة في الدم. وبيتاخذ يعني ااااااااااااااااااااااااااااااااا فترة يعني اللي هو الحديث ده وبعد كده البلازمة يعني وبعد كده بس طالف يعني. بس طلفي يعن. طب اوكي. تمام. هنرد عليك حالا يا فندم طيب دكتور مير أيها معانا برضو مداخلة تاني مدام مين مدام صار معانا طيب ثانية واحدة يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك دكتور قولا دكتور كان لدينا خد كالسيوم وحديد أكملهم ولا أوقفهم لا لا ما اسمعت الدكتور قال لها تاخد كالسيوم وحديد لما كانت حامل تكملهم ولا توقفهم طيب أولا يا مدام صار حضرتك دكتور مين اللي قيلك تاخدي كالسيوم محديد بعد اذنك؟ دكتور نيسا ولا دكتور؟ طب حضرتك اخر ولادة كانت امتى؟ خمسة سابعة السنة اللي فاتت يعني وحيك مستمرة على الفيتام منذ الغاية دلوقتي مرجتيش للطبيب طب سألتي اكمل ولا لا؟ طبعا دكتور اني كان مية بس انا عوضها فكان ايام فاقامت تحليل شونا اه طبعا اكيد انا هنسأل الدكتور نعمل تحليل ولا لا طول كده عشان ايه عندنا اسئلة تانية حضرتك هتروحي اي معمل هتعملي تحليل سي بي سي او ممكن تكتبيها ورايا سي بي سي وحديد او في الريتين يعني وكالسيوم وكالسيوم نتطمن عن نسب اه واعملي كمان فيتامين دال وشوف النسب بالنسبالك لو هي في النورمال رينج او ممكن تخذي تحليلها تروحي للدكتور تاني تقولي له اقدر اكمل على الفيتامينس او لا بس ما يمفعش ابدا ان انا اخد فيتامينس بدون ما بعارفة هل دمه نسب او لا حقيقة معنا يا مادم صارة اه معيك طيب حقيقة هرفتي ردك كده رد الدكتور عليك طيب بس انا اقفل خليه ووضحني تاني شمعه لطبا مستمع بقالي خليه وضحني الحاجات دي كده وانا اقفل اسمعاتنا لطبا طيب انا حاضر بعد ايضنا حقيقة وضح تاني تعمل سور الدم سور الدم كاملة حديد او في الريتين اسمه كده بالانجلش او وكالسيوم شكرا على اتصالك يا مادم صارة طيب نرجع بقى لمادام نانسي مادام نانسي بعد ما قاعدت من الجم حصل لها زيادة كانت 65 بقى 75 مادم نانسي لازم هشكوني زدتي 10 كيلو في 3 شهور كحلنا كلنا يعني لازم هشكوني زدتي لاني اكلك هو هو وقللت نشاطك طيب تعمل ايه احنا عندنا حاكتين ضد بعض لازم يكونوا قد بعض تمام عشان ما فيش حاجة تكسب خلاص الاكل نفسه مع النشاط انا للوقت هي بنزل كل يوم ومرة واحنا ما بقيتش انزل يبقى انا اكل نفس الاكل لا يبقى هزيد اوكي لو العكس لو انا باكل وبنزلش وبتدي تنزل يبقى هاقل يبقى لازم حاجة من الاتنين يزود نشاطي او رياضي يعني او اقل الاكل بس ده الحل تتبع نظام غزية بالضبط كده ويكون اقل تقالل سعاراتها شوية او تزود نشاطها من ناحية تانية تزود نشاطها يعني الرياضة جوة المنزل بس ماكيش اي حاجة نعمل يعني اي تمارين بالضبط كده تمام طيب نرجع بقى لأسئلتنا احنا كده تقريبا ردينا على كل الأسئلة دكتور انا عندي مشكلة كبيرة كل ما بعمل نظام غزائي بحس بمرار جامد في الحل وبحس ان انا على طول محتاجة اشرب عصاير وما بعرفش اكمل النظام تماما مرار مع النظام الغزائي طيب هو احنا هو نظام الغزائي مش هيعمل المشكلة دي ولكن احنا ممكن بقل تشرب الميا او ممكن يكون عندنا شوية امساك او حاسين ان احنا تحت ضغط طب ممكن يكون التهب في المرارة مثلا دروح تعمل فحص ممكن جدا يبقى لازم ساعتها هنروح للطبيب واختص يكشف علينا تمام لو الموضوع ابتدأ يبقى موجود ومش بتغير ولكن لازم في الاول نحافظ على نسبة السوائل اللي حنشربها لازم نحافظ على مواعيد الأكل من سيبش نفسينا قاعدين من غير أكل كتير لان ده ممكن يعمل لك مرار في الحل طب مم لازم ما نكونش عيانين ممكن يكون عندنا شوية اللي تهب في زورنا او حاسسية معنا اتصال مدام نبيلة انا اسف يا دكتور على المقاطع الو عليكم السلام انا سهلا بيكي مدام نبيلة اتفضلي بمورينا انا عايز اسأل سؤال حضرتك للدكتور يعني انا عايز اسأل سؤال سؤال الدكتور الدكتور مع حضرتك او يا فندي بتفضلي سامعك اهو اهم الغزة للجنين ايه والوحدة حامل ما هو ايه اهم الغزة للجنين يعني ايه الغزة للجنين والوحدة ولا حامل يعني انا لم أسمعيش حضرتك خاضرتك مسسامعة كويس مسسامعة площадheen مسسامعين والله تاني بعد اذنك السؤال اهم ايه اه غزة للجنين يعني اهم غزة للجنين حضرتك طاب hyامل يعني فانهي مرحلة اول وانا حامل بقالي حامل بقال 4 شهور 4 شهور يعني تاني مرحلة طيب والشهاية اخبارها ايه عند حضرتك انا كنت حامل 5 شهور وثقات وده تاني حامل 2 تمام طيب انت وزنك اخباره ايه كويس ولا زيادة انا وزني 83 والطول يا فندم والطول 170 طيب حضرتك بدأتي حامل وانت وزني كام ايه حضرتك بدأتي الحامل في وزني كام بدأتي الحامل وانا وزني 88 تمام يعني الزيادة مجرد في 4 شهور يا دكتور بتقول كيلو من 82 يعني همز زيادة عليها بحضرتك كده عارفة ان انت بتخصي وانت حامل لا انا مبخصيش انا وزني هو وهو لا اما انا هفهمك بس بعد ما حضرتك طيب هنرد عليك حالا تفضل لدكتور طب واضح طبعا ان ايه مش بتغزي صحة ابدا احنا المفوض بنزيد كل 3 شهور تقريبا 3 كيلو المفوض بنزيد كل 3 شهور 3 كيلو تلا واحدة وزنيها مثالي بس طبعا هي زادت كيلو واحد في 4 شهور ده معانا ان هي بتخصها مش بتاكل صحة تمام لما بنهي نتابع سيدة حامل احنا المفوض طبعا بنعتمد على حاجات كتير جدا اولا هي جاينا كم كيلو ثانيا موقفها الصحية عندها مشاكل صوت شعر عندها مشاكل في العظم عندها مشاكل في حساسية او اي مكان خلاص ولكن نصيحتي ليكي المفوض ان انت تتحفظي على اغض بيتامينات يومية ويكون مثلا شوية حديد او شوية كالسيم او فوليك اسد او حاجات زي كده اللي هي الاساسية اصلا مع فترات الحمد ووجبات متكاملة ووجبات يومية معتادلة متكاملة يعني لازم حالتي تكوني بتاكلي كل الصحي لازم تكوني بتاكلي تلاتة واجبات في اليوم لازم تكوني بتتماشي كويس طبعا ده بيرجع لي دكتور النسا اللي بيتابع معاك لازم هيقولك نوع رياضة للمناسب بيكي على حسن نوع حمد دكتور امير طبعا احنا بنشكرك كل الشكر الاسئلة مش هتخلص وحبيبنا في كل مكان اللي هم قلبنا على اسم البرنامج بتاعنا ليهم اسئلة كتير عايزين نرد عليهم كلهم ونوفر لهم ان شاء الله احلى صحة واحلى حال الاسئلة مش تخلص هتوعدنا هتكون معنا في حلقة تانية ان شاء الله انا برد على اي سؤال بيجيني على صفحتي ان شاء الله يا جماعة برضو اي سؤال مع دكتور امير ممكن تتواصلوا معاه بعد ما نخلص الحلقة تاخدوا الرقم بتاعه احنا بجد صعدة قوي والنهار ده كان يوم جميل وقدرنا نرد على شوية اسئلة حلوين وان شاء الله بإذن الله نشوفكم في حلقة جديدة بدكتور جديد وفكر جديد واسئلة جديدة ونورتونا وكنا صعدة جدا بوجودكم معنا